وقد أجرى التليفزيون المصري لقاءً مع عدد من النواب بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث أكدوا أن مشروع القانون يهدف لخلق بيئة جاذبة لاستثمار ويشجع القطع الخاص قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أهم القوين اللي يناقشها مجلس النواب في دور العقاد الحالي الجهاز دوره مهم جداً وكان لابد على مجلس النواب الحكومة المصرية أن تجري التعديلات التي تمكن الجهاز من القيام بدوره لابد أن يكون هناك استقلالية كافية للجهاز لتأديات عمله الوضع الاقتصادي حالياً كله يتجه نحو كبر حجم الكينات الاقتصادية واستحواز شركات على شركات أخرى كان لابد من دعم الجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية تعديلات مهمة جداً أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 يمكن الغرض منه زي ما احنا بقولنا في الجلسة العامة هو استقرار الوضع الاقتصادي المصري خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية احنا قلنا أهم بقى من كمان من فلسفة التشريع أو تعديلات تشريعية واحنا قلنا أن البرلمان ما عندوش أي مانع في إجراء أي تعدلات تشريعية من شأنها نية تخدم الاقتصاد المصري وتنعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري بالنسبة للقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وده طلع من سنة 2005 يعني بالو 17 سنة طبعا جاء في توقيت مهم جدا خاصة أن الدولة فيه توجه بأنه تشجع القطاع الخاص أنه يعني يتباوء مكانته فيه النشاط الاقتصادي وأنه خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر والمنافسة مهمة جدا بحيث أن هي تحمي القطاع الخاص الصغير والمتوسط أنه ياخد دوره في النشاط الاقتصادي